مجلس النواب القرار أنه تشكل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق والتي خلت برئاسة وزير العدل والشؤون الأسلامية والأوقاف وعضوية كل من القاضي معصوم عبد الرسول عيسى محمد المستشار واء الرشيد خليفة أبو علاي المستشار الدكتور أحمد محمد علي الحمادي القاضي علي أحمد جمع الكعبي وبحسب القرار تختص اللجنة العليا المشار إليها في المادة السابقة بالإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية التي خلت وخاصة ألبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية وتتولى الأعلان النهائي لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة وأخطار الفائز بعضوية مجلس النواب كما نص القرار على أن يعاون اللجنة العليا للجنة تنفيذية تتولى مباشرة جميع المهام اللازمة للعملية الانتخابية تتولى مباشرة جميع المهام اللازمة للعملية الانتخابية تتولى مباشرة جميع المهام اللازمة بشأن الحقوق晚上 تتولى مباشرة جميع المهام